اشتركوا في القناة يشهر بشخص العامل ويشكك في مهنيته واكد بيان رئيس جماعة مكناس مساندته لعامل مكناس قائلا على اثر التشهير والقذف الذي يقترفه نفس الموقع المشبوه ومعه كل المواقع والصفحات الالكترونية الشبيهة في حق العديد من الشخصيات العامة داخل مكناس وخارجها مشيرا نفس البيان الى ان رئيس الجماعة لن يقف صامتا امام هذه البلطجة الاعلامية الجديدة التي تعتمد الابتزاز والمساومة في افق فضح الدوافع الخفية لهذه الشرذمة ورد على ما تضمنه بيان جماعة مكناس اصدر فرع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بيانا استنكارية سجلت فيه باستغراب كبير ما تضمنه البيان التضامني والاستنكاري الذي صدر عن رئيس جماعة مكناس بتاريخ 24 شهر غشت من السنة الجارية من مغالطات وقذف في حق المقاولات الصحفية المهنية وخلط المفاهيم بين الموقع الالكتروني والصفحة ووسائط التواصل الاجتماعي الاخرى واصف المسمى هشام جبراندو المعارض الوهمي الذي جندته الاستخبارات الاجنبية للضرب في مصالح المغرب والمس برموزها والتشهير بشخصيات عمومية ورفض بيان الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة فاس مكناسي كل المناورات والاستفزازات والحملات التشهيرية التي تمس بالسيادة الوطنية ومؤسسات الدولة من طرف اشخاص او مؤسسات خارجية كما انها تستنكر اقحام رئيس مجلس جماعة مكناس للمواقع الصحفية المهنية الجهوية في مشكل خارجي ومحاولته المس بسمعة المقاولات الاعلامية بالجهة وندد بيان فيدرالية الناشرين بالجهة بلغة السب والقذف والوعيد التي استعملها رئيس مجلس جماعة مكناس في البيان التضامني والاستنكاري في حق الصحفيين المهنيين والمقاولات الاعلامية التي ينظمها القانون من قبيل الموقع المشبوه وكل المواقع والصفحات الالكترونية الشبيهة في حق الشخصيات العامة داخل مدينة مكناس وخارجها والبلطجة الاعلامية الجديدة والابتزاز والمساومة ولهذه الشرذمة وشجب بيان الفيدرالية كل المغلطات التي تضمنها بيان الرئيس جواد باحجي في حق الصحفيين ومهنة الصحافة المؤطرة دستوريا بالفصل 28 والتي تعتبر من بين الاختيارات الهامة بالنسبة لمستقبل المجتمع المغربي باعتبارها وسيلة مهيكلة للديمقراطية وللجهوية المتقدمة وطالبت الفيدرالية رئيس مجلس جماعة مكناس بي الانكباب على ايجاد حلول للمشاكل المتعددة التي تعرفها المدينة وفتح قنوات التواصل مع مختلف الفعاليات والجسم الصحفي المنظم والقانوني عوض نهجه لسياسة الهروب للامام اشتركوا في القناة